السودان يترنح بين القرارات الرسمية ورد فعل الشارع المعارض وبينهما ترقب في البلاد لملامح المرحلة المقبلة داخليا وخارجيا أيضا مع الضغوط المستمر على الخرطون بعنوان الغضب خرجت اليوم تظاهرات في العاصمة وعدة مدن للاحتجاج على تشكيل مجلس استيادة جديد في البلاد التظاهرات أتت استجابة لدعوات من القوى المعارضة في حين اتخذت القوى الأمنية إجراءات مشددة في أماكن التحرك فأي تأثير لحراك الشارع على القرارات القادمة في البلاد وما المطلوب لضمان تأمين المرحلة الانتقالية قبل ما نغوص في تفاصيل هذا الملف نذهب مع مراسلنا من الخرطوم بل مفدنا أبو بكر عبدالله حتى يضعنا في تفاصيل أوفى أبو بكر أهلا بك معنا بداية الغضب في الشارع تصاعد بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية تم الإعلان قبل قليل أيضا عن ارتفاع حصلة القتلى في صفوف المتظاهرين كيف يبدو المشهد الآن أبو بكر وماذا عن المواقف السياسية المرافقة أيضا نعم شانتال يبدو أن الجميع الآن يحصي خسائره بعد هذا اليوم الطويل استمعنا في وقت سابق إلى لجنة أطباء السودان المركزية والتي تحدثت عن خمسة قتلى نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين بالمقابل وقبل قليل كان هناك بيان صادر عن الشرطة يتحدث عن أن التظاهرات بدأت بطبعها السلمي في البداية وبعد ذلك انحرفت عن مسارها السلمي وأن متظاهرين قد تعرضوا لعدد من مقار الشرطة ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 عنصر من عناصر الشرطة بالإضافة إلى إطلاف عدد من الممتلكات الخاصة بالشرطة والخاصة بالمواطنين وبالتالي كما قلت هو نحن الآن في مرحلة إحصاء الخسائر لكل طرف هذه هي الخسائر المادية والإحصاءات المادية ولكن التبعات والتركة السياسية لليوم حتى الآن ليست واضحة يتوقع أن نراقب ردود الفعل على المستوى الدولي على تظاهرات اليوم في وقت لاحق كذلك نتوقع أيضا أن تكون هناك مواقف سواء من المجلس السيادي سواء من الجيش السوداني سواء من الأحزاب السياسية المختلفة كنتيجة لهذا اليوم باعتبار أن هناك التزامات على المجلس السيادي والرئيس عبد الفتاح البرهان هو حسب ما كان معلنا يفترض أن يمضي باتجاه تشكيل حكومة هذا الأمر لا نعرف كيف سيتأثر بالتظاهرات التي حدثت اليوم هذا سنسأل إلى ضيفنا شكرا جزيلا أبو بكر عبد الله معنا وفدنا من الخرطوم شكرا على الرسالة سنبقى في الخرطوم مع القيادي في حركة العدل والمسواة والحرية والتغيير المتاق الوطني محمد زكريا فرج الله أستاذ محمد أهلا بك معنا في غرفة الأخبار الليلة يعني بين القرارات الأخيرة التي اتخذها البرهان وما شهدناه اليوم من ردة فعل في الشارع إلى أين يتجه المشهد السوداني التحية لك والتحية للمشاهدين نعم ما تم من خروج في تظاهرات يمثل حق مشروع لفئة من الجماهير ومارست هذا الحق وهو تمرين ديمقراطي بالتأكيد وواحد من أهداف السورة السودانية التأكيد على حرية الحريات وحرية الطابير والسلام والعدالة ولكن الانسداد في الأفق السياسي ربما قاد إليه الرجوع لمشهد ما قبل الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي وتعنت في المواقف خاصة من قبل المجلس المركزي للحرية والتغيير والأخطاء المتراكمة التي أدت إلى القرارات الاستثنائية في الخامس والعشرين التي وصفها البعض بأنها ردة عن مسيرة الانتقال الديمقراطي ولكن تشكيل مجلس السيادة في الساعات القليلة الماضية أكد في أن الرئيس البرهان غصده وهدفه تصحيح مسار الفترة الانتقالية وهذا ما أشرنا إليه نحن في حركة العدل والمساواة وكذلك في الحرية والتغيير المثاق التوافق الوطني بضرورة العودة لمنصة التأسيس وتصحيح الظواهر السالبة والممارسات التي شابت الفترة الانتقالية وفي مقدمتها توسعت معون الشراكة هذه الفترة الانتقالية اختطف القرار فيها فئة حزبية بعينها وصارت هي التي تتحكم في أمر البلاد وهو نوع من الممارسة الشمولية التي لا تتسق وهداف السورة السودانية فبالتالي كان لابد من العودة لمنصة التأسيس لجهة أن تكون كافة القوة التي شاركت في صناعة السورة السودانية شريكة في اتخاذ الغرار كذلك الشراكة مهمة بين المكونات المدنية والعسكرية هذه الشراكة شابتها عديد العثارات في الفترة الماضية نتاج لممارسات شائعة من منظومات المجلس المركبة الفرية والتغيير لابد من تطوير هذه الشراكة مسار التصحيح هذا مهم جدا ونستمع إليك تتحدث عنه وعن تفاصيله لكن كما يبدو الشارع رافض له تماما تجمع المهنيين عندما دعا لهذا التحرك اليوم قال أنه يهدف لإسقاط مجلس السيادة الجديد وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية كيف يمكن لحراك الشارع اليوم ولما أنتجوا أن يؤثر لربما على القرارات القادمة في البلاد الشارع خرج من قبل في 16 من إكتوبر وطالب بضرورة العودة لمنصة التأسيس واعتصم أمام القصر الجمهوري وخرج كذلك في ذكرى 21 من إكتوبر الماضي خروج لم يقتصر فقط على العاصمة وإنما يمتد حتى شمل المدن والولايات الأخرى وخرج كذلك في خواتيم أكتوبر مثل ما خرج اليوم وبالتالي كل هذه فئات من الجماهير لها مطالب مشروعة الحديث حول الإسقاط نؤكد على أن الفترة الانتغالية تقوم على شراكة وحتى نعبر بها إلى الانتقال الدمغراطي والمرحلة التعددية لابد من احترام هذه الشراكة بين المكونات المكون المدني والمكون العسكري طوال تاريخ الدولة السودانية منذ سورة إكتوبر 64 مرورا بكافة بأبريل 85 كان انحياز القوات المسلحة والمنظومة الأمنية للجماهير والشعب هو العامل الفيصل في نجاح هذه السورات وبالتالي في 11 أبريل العام 2019 انحازت القوات المسلحة المطالبات بإسقاط القوات المسلحة يعني أنا أراها دعوات متعسفة كيف يمكن للقوات المسلحة التي تحمي البلد الآن والتي هي حريصة كذلك على هذا الانتقال الديمقراطي يعني يمكن إقصاء من المشهد فبالتالي لابد من أن نستمع إلى صوت العقل أيضا موضوع تجمع المهنيين يجب الإشارة إلى أن هذا التجمع وعقب سورة ديسمبر في 11 من أبريل يعني هذا التجمع كذلك تشظى لمكونات مختلفة أصبح أكثر من جسمين أو سلاسة من الأجسام حتى الحرية والتغيير كذلك تقسمت إلى مجموعة المساق الوطني ومجموعة المجلس المركزي وكل هذه الأسباب هي أدلة على ضرورة العودة لمنصة التأسيس حتى تكون هياكل الفترة الانتقالية معون يسع كافة المكونات ما هي هذه السيناريوهات التي يمكن توقعها الآن بعض التصعيد التي شاهدنا في الشارع وبعض الإجراءات الأمنية التي اتخذها السلطات وكان يعني البعض يشكك فيها ويقول أنه غير ضرورية بين مكونات الشعب الواحد أتفق في أن المشهد الوطني دقيق وحساس ولعل الأصوات التي خرجت اليوم لها مطالب ويجب الاستماع إليها مثلما الأصوات التي خرجت وعتصمت أمام القصر الجمهوري في السادس عشر من إكتوبر وبالتالي هذا هو الشعب السوداني لا نقلط هذا ولا نصحح هذا يجب على القوى السياسية أن تلتقط القفاس وأن ترتقي للمشهد الوطني نحن في العدل والمساوف الحرية والتغيير الميثاق الوطني طرحنا مبادرة لإيجاد أرضية مشتركة بالخروج من هذا المأذق السياسي والتوافق حول نقاط الحد لا أدنى استجاب لها عدد من تنظيمات المجلس المركزي وتلك في النظر أو الاستجابة إليها تنظيمات أخرى ولكن الحل في الجلوس والحوار والحل في المضي قدما في استكمال هياكل الفترة الانتقالية مثلما تم إعلان بالأمس مجلس السيادة ضرورة إعلان رئيس زراس وكان الدكتور عبدالله حمدوك أو أي شخصية يتوافق عليها ضرورة أن تكون عملية التشكيل هذه واسعة تشمل قطاع الريط من القوى السودانية لا تقتصر فقط على الحرية والتغيير بل تتخطاها إلى لجان المقاومة وكل القوى السودانية الحية ألا يحتم ذلك صيد محمد أعذرني على المقاطعة لكن أستفيد من وجودك قبل نهاية الوقت ألا يحتم ذلك تنازلات من قبل جميع الأفريقاء نعم يحتم ذلك التقديم التنازلات ويحتم ذلك كذلك تجنب الاشتراطات والإملاءات الاستباقية أطراف بعينها في المجلس المركزي تشترط ضرورة العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من إكتوبر لبدء حوار وهذا مطلب متعسف الخامس والعشرين ما قبله أو ما بعده أصبح واقع جديد ولابد من أن نجلس لنوفق الأوضاع وفقا للمعطيات الراهنة وأن ننأب التمترس خلف مواقف لا تنتج حلول ولا تستصحب الظرف الوطني ولا تخدم أهداف الانتقال الديمقراطي شكرا جزيلا لضيفنا من الخرطوم القيادي في حركة العدل والمسواة والحرية والتغيير المثق الوطني محمد